الأم والأب أهما كأنه شايفين نفسهم سلطة علية غير قابلة للنقاش ها مو معقولة يعني مو معقولة يعني إحنا قاعدين نطبق الفرعونية في التربية لا أريكم إلا ما أرى فرعون قالها في عالم السياسة إحنا قاعدين نقولها في عالم التربية يا ماما اللي أنا أقولها صح يا بابا اللي أنا أقولها صح لا من قال هالكلام من قال كل شي قابل للنقاش نعم كل شي قابل يعني النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء كلهم حتى إبراهيم عليه السلام استخدم الحيلة حتى يوصل المعلومة لأنه هم عقولهم كونكريت جرب جرب يتحاور معهم مرة مرتين ثلاث ما في كليك ما في نتيجة قال تعرف هذولي قومي أنا أعرف لهم والله هستخدم الحيلة والشطارة والذكاء حتى بصلهم المعلومة راح كسر الأصنام وعلق الفاس على واحد الكبير هذا قالوا يا إبراهيم أنت كسر قال اسألوا كبيرهم روحوا سئلوا يعني استخدم الحيلة استخدم الحيلة بعشي سوي ولذلك إحنا ممكن نستخدم الحيلة في التربية وممكن ويا ما أنا عندي مشاكل تربوية أنا عالجتها بالحيلة سواء على المستوى الزوجي أو على المستوى التربوي وعالجناها بالحيلة لأنه أحياناً الولد وللبنت يرفض كلام الأم يرفض كلام الأب خلاص شبعان نصايح فمسوي بلوك أي شيء تقوله ماما مع السلامة مو مقبول مع أنه لو الخالة تقول لها نفس الكلام يقبل بس ماما لا مغني الحي لا يطرب ليش؟ لأنه كل يوم يغني يا أخي كل يوم يغني مللنا فصار مغني الحي ما يطرب لكن لو مغني الحي بالأسبوع يغني غنية واحدة هاي نسمعه ما عندنا مانع فالأم في اليوم تعطي 300 نصيحة مني عمر الطفل سنتين إلى عمر الطفل 12 سنة 300 نصيحة فلما يسير عمره 12-13 يدخل في الشذود إذا بتنصحه سوى بلوك لأنه هو شبعان نصايح البنت في صخة الحجاب عمرها 14 تعرفين البنت اللي عمرها 14 معناته من أول من ولدت إلى عمر 14 سامع مليون ونص نصيحة من أمها فالمخ تعب نصايح فالبنات والأولاد صار عندهم تشبع وهذه حقيقة نقطة خطرة جدا وإحنا نتعامل مع الجيل اليوم الجيل ذكي الجيل واعي الجيل فاهم أنا مقالي الأخير اللي كتبته عن قصة مريم عليها السلام كيف نرويها لأبنائنا وذكرت عشرة نقاط لازم نروي يعني قصة مريم الآن بنت عمرها 13-14 سنة ولدت وأنجبت بعيسى عليه السلام لما جاها جبريل عشان ينفخ النفخة بأمر الله قال تعوذ بالله منك أي معناته عندها ثقافة جنسية معناته واعية بنت عمرها 13 أو 12 سنة تعرف كيف الإنجاب وهذا في زمن عيسى عليه السلام يعني هذا من 2020 سنة إحنا اليوم نتعامل حتى مع الثقافة الجنسية بطريقة غلط ونخوف أولادنا معنا مريم عليها السلام عندها هذا الوعي فلما أنا ذكرت بالمقال عن قصة مريم وكيف نرويها لأولادنا المهم أنا كل ثلاثة أكتب مقال الثلاثة الماضي أرسلت المقال لوالدتي الله يحفظ المهم قررت المقال كانت تقول لي تصلت فيني كانت تقول لي يا أولادي أنت الحين قاعد تتكلم عن قصة مريم وتعلم الآباء والأمهات أنا باقترح عليك عنوان مقال زي قلت له طيب يا يمه يلا هاتي أشوف شنا عندك عنوان كانت تقول لي أنا أعطيك عنوان لازم تكتب فيه أنا ثلاثة صال لي أسبوعين أفكر بالعنوان اللي هي اللي اقترحتها زي قالت لي قلت لها شنو كانت تقول لي العنوان خل العنوان مقالك القادم هاي باي الجيل الجديد قلت لها شنو قلت لها شنو هاي باي الجيل الجديد شها تقول لي كل الأولاد والبنات اللي نشوفهم يدخلون هاي يطلعون باي ماكو سلام عليكم ماكو كيف حالكم ماكو صبحكم الله بالخير كلها هاي 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 باي باي هاي باي ويصلون يصلون يقول عياننا مسلمين ليش هاي باي فأنا أرجوك أكتب مقال هاي باي الجيل الجديد يعني شوفه شلون هذا كلها غزو قيمي حتى على مستوى الكلام على مستوى المصطلح يدخلون الشباب على بعض هاي بيمشون باي يعني هي صح إن كلمة بسيطة بس هذه لها أبعادها الفكرية